17 عاماً قضت والعراقيين ينتظرون حلولاً لأزمة الكهرباء والتي باتت حجر عثرة أمام الحكومات رغم الميزانيات الكبيرة التي أنفقت طيلة السنوات الماضية إلا إن الفساد حال دون أن يتمتع المواطن العراقي بالكهرباء الحاضرة الغائبة أهالي محافظة صلاح الدين شكوا من قلة ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي في ظل تجاوز درجات الحرارة الخمسين بالمئة الناطق الرسمي باسم دائرة توزيع كهرباء المحافظة أكد إن ساعات التجهيز تتم حسب جدول المخصص في عموم مدن المحافظة والذي يكون أربع ساعات انقطاع وساعتين تجهيز أما أصحاب المولدات الأهلية شكوا من كثرة ساعات التشغيل وقلة التجهيز بالوقود وإن قرار مجلس الوزراء لم يفعل ولم يتم تجهيزهم بالوقود المجاني الذي أقره مجلس الوزراء